السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومارحبا بكم معايا من جديد اليوم ان شاء الله تشوفوا معايا طريقة تحضير حلوة الدانون الحلوة الاقتصادية والسريعة في تحضير وفي نفس الوقت كتخرج كمية كتير وكتجي لديدة لديدة بزاف نخليكم معايا باش شوفوا المقادر وطريقة تحضير ما تنسوش لأول مراكزه لقناتك نقولي شارك في قناة وفعل جرس باش يوصلك كل الوصفات الجديدة ومارحبا بالجميع بالنسبة للمقادر فانا كنحتاج كاس ثانيدة او سوك الخاشين نس كاس المايزينة او النشا كاس الزيت دانون عندي هنايا بالنكرة الفاني ثلاثة البيضات زوجة خمارات الوزن ثمانية جرام او سوك الخاشين رابعة زبدة مايو عادي ميتون خمسين جرام ودقيق دائما كيبقى لحسب الخارج نبدو على بركة الله غادين وضع الزبدة وغادين ضيف اليها كاس ثانيدة او سوك الخاشين بالنسبة للزبدة فهي ضرورة تكون على حرارة المطبخ الزبدة او سوك الخاشين جيدا مع الزبدة حتى ما كتبقى شبالية يعني كل حاجة بوحدها كي قلت لكم ضرورة تكون على حرارة المطبخرة كتساعد الزبدة الزبدة بعد ما خدمت الزبدة والسانيدة حتى لا تشكل الان غا نضيف كاس الزيت وغادين نخدمهم جيدا ضروري تخدمهم حتى كتحصلوا على واحد الخالط اللي كيكون متجانس يعني بحل كريمة باش ما تبنش ديك الزبدة في العاجين من بعد هنا غا نخلط بهالطريقة شوية غا نبدأ نخدم بالكف على هات الشكل كما كتشوفو ما كتبقاش الزبدة بينها غا نضيف ثلاثة البيضات وغا نبقى نخدم بنفس طريقة بالكف وكي قدت لكم باش ما تبنش كويرات الزبدة في العاجين الآن غا نضيف خلينشة فاني وغا نخلط الكل جيدا كذلك كنبقى بنفس طريقة وكنضيف كذلك ضانون بنكهة الفاني يعني استخدمت غير بنكهة الفاني حين تكتجي لديدة بزاف فهد الحلوة غا نضيف كذلك نصف كاس ديال الميزينة او النشا وغا نخلطه مع المكونات الاخرى وكي قدت لكم هاد الحلوة كتخرج كمية كثيرة يعني اللي بغا يعني يدير غير نصف ديال المقادر يكتفي بالنصف المقادر اللي حطيت بياني بحل نصف زبدة ونصف كاس ديال السانيدة ونصف كاس ديال الزيت بحلو كاير وهنا غا نضيف دقيق بالنسبة للدقيق فانا كنضيفه تدريجيا وغا نضيف معه جوج خمارات الوزن ديال الخمارات مني اقرا ما راح كتكون معروفة وهنا غا نضيف جمع العاجين بالنسبة للدقيق كي قدت لكم يعني كتبقاءوا الضيف وهاي말 تدريجيا حتى كتحصلوا لي عاجيك اللي كيوليد جمع لي كون في و everydayكم حنت يعني الدقيق كيبقى بتلاحصة بنوئية كل دقيق يعني كين الدقيق اللي كيشرب ضغیه وكين دقيق اللي كيحتاج Ersza كانت spokenaban بان نضيف كثير ثم جمعنا العاجين سبحت على تشك في العاجين كجيز بها يعني ما تقوم بتضيف الدقيقة بزاف حتى تقصح سنبدأ نشكل في الصبيعات اللي غادي ندير بالنسبة لكم انتوما اللي بغاي شكلها غريبة يعني كتاية كجيزوينة كنشكل هات الشكل اللي غادي نبقى مستمر عليه و هنا بعد ما انتهيت فانا وضعتهم في الطواب بالنسبة لطواب فانا مفرشوا في عبابي سوف يغيزي بالنسبة لما مفرش عنده في البيت فايد هان الطواب القارين من الزيت بحسب ما تلتصقش ليه غادي ندخل على الفرن اللي اسبق لي وضعتوا سخن وانتلاقوا ان شاء الله و هنا بعد ما طابط الحلواء كدجي الى الشكل بالنسبة للتزيين فانا كنحتاج الكوفي تير وكذلك الكوك بالنسبة للكوفي تير فانا عندي نكهة المشماش وضعت اليها واحد زوج مع القبار مع الظهر وسخنتهم زيان عادي كن بدا اندهن بيه ادل حلوة و مباشرة كنوضعها في الكوك بالنسبة للكوفي تير فانا راح موجود دك الكوفي تير ولي كيكون سائل ما كيكونش في الحبيبات كيكون معروف هنا كنقام كملة بنفس الطريقة حتى كنتاهي الحلوة ميزح كنتاهي الحلوة ممتزح كمالحس ممتزح ممتزح كمالحس تراجين سنتضع مباشرة تترجمة كمالحس على كمر نضيف الكوك لا تبقى بينا وتضيف الكوك ونستفع بالنسبة لها الطريقة فأنا نكمل بها الحلوى حتى ننتهي ندهنها أولا نكون في تيو باش يلتعصق الكوك هذا هو الشكل النهائي للحلوى الدانون والحلوى الاقتصادية وفريقة التحضير سهلا ما تاخدش الوقت كما انها تخرج كمية كثيرة وكتجي لديدة لديدة بثبت غير جربوها ما غدش تنبو كنتمنى اعمل الوصفة دياليوم او الفيديو دياليوم اعجاب ديالكم والتبارطة دياليوم اعجاب ديالكم لها الاصدقاء وصلنا نهاية الفيديو بسلام عليكم الى وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة